موسيقى السلام عليكم مساء الخير لكل مشاهدي خارج الصندوق وضمن التغطية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المزمع إجراءها يوم 7 سبتمبر وآخرا وصلنا إلى آخر يوم في الحملة الانتخابية التي صدعنا رؤوسكم بها ونحن حاولنا أن نجمع ما هو متاح من تصريحات حتى تكونوا في الصورة وتتضح عندكم الصورة لكن قبل أن أبدأ لا أنسى أن أشكركم شكرا كبير في تفاعل هذه الأيام مع حلقات البرنامج ونحن قبل أن نبدأ البرنامج أشار علي الفريق التقني بأن حلقة أمس كان فيها مشاهدات كبيرة فشكرا لكم ومن فضلكم لكل من شاهد رجاء الاشتراك الدعم ونشر كل ما ننشره عبر وسائط التواصل لأنكم تعرفوا بالقناة المغاربية إلى الآن لازلنا ممنوعين من البث أو تم قطع البث على القمر الصناعي وما فيش يعني ضير أن أذكركم بكل الوسائط التي تتواجد عليها المغاربية بدءا من موقعها الإلكتروني إلى اليوتيوب فيسبوك انستغرام اكس تيك توك وتيليجرام فأنا ننكت شوية مع الفريق التقني قبل ما ندخلوا قلت لهم إذا كان في اليوتيوب نقول لهم اشتركوا ما زال التحدي تاعة واحد مليون نصلوا له في أقرب وقت إن شاء الله فبالنسبة للوسائط الأخرى في يعني الجام والاشتراك لكن بالنسبة لتيك توك ذكروني بأنه نقول لكم كبسوا في اللايف مش عارف هل يصلح هذا أم لا لكن رجاء لا تنسوا أننا متواجدون عبر كل هذه الوسائط ودعمكم مشاهداتكم اشتركاتكم ستشجعنا إلى حين أن نجد حلا على الساتل كان الزملاء في البرامج قد ذكروكم بأنه عملنا جهد وعملت إدارة القناة جهد للحصول على تردد جديد والتواجد على القمر الصناعي لكن للأسف تلقينا في النهاية أيضا يعني رد سلبي مع اللحظات الأخيرة لا ندري إلى الآن يعني هل في أثاق أم لا لكن نحن مستمرون في خدمتكم ونبدأ وتكسار الرأس مع الحملة الانتخابية في يومها الأخير لكن نحن سنعرض أهم أو بعض التصريحات يعني كوكتيل من تصريحات من نشطها الحملة الانتخابية وصولا في النهاية إلى أجزاء من تصريحات اليوم الأخير اللي كان نتكلم فيها حساني وأوشيش وظاهرة المرشح الحر بين الضفرين عبد المجيد تبون في القاعة البيضاوية أخيرا في رابع ظهور له فقط في الحملة الانتخابية وعلى قول بطبيق لقد تكرم على الجماهير بالظهور على كل نبدأ من وحدة من خلاجات سيحة ثاني واللي كان في باتنا يعني قبل اليوم أمس كان في باتنا وما التصريح عنده علاقة بالتاريخ عنده علاقة برموز الدولة في الجزائر الأمور التاريخية وحنا ربما شفنا فيه أنه نظير لتصريح آخر كان قد أدل به أحد المرشحين نسمعه سيحة ثاني أبأ أن ينطق اليوم في خلال تقني أعتقد هل الفيديو جاهز أم نمر إلى لبعد إذن كنت نقول سنعرض عليكم بعد قليل فيديو حساني اللي تكلم فيه من باتنا وعطاه وحدة رمزية وأنا أذكركم قبل أن يعرض عليكم الفيديو تصريح سابق كان قاله سي أوشيش في قضية أنه نحن وفق برلامج أو وفق رؤية عبان رمضان لكن سي أوشيش سي حساني قال كلام وحدة آخر ربما ربما في الأيام الأخيرة في تسابق بين المرشحين لسنا ندري كل هذه المجموعات بسهمة استقلال الداد كان الشهيد مصطفى بنبو العيد هو الأب الروحي له ولذلك إحنا في لوة الفاتحة على روح شهداء الجزائر جميعا وشهداء الوطن ثم بعد ذلك على هذا الرمز التاريخي كانت من بين الرمزيات التي أكدنا عليها أننا إحنا باتصال بهذه الرمزيات الوطنية الكبرى وخاصة من التي خلتها التاريخ تغطي لها فرصة بالتأكيد على بعد مشروعنا الذي نحمله مشروع الفرصة اللي هو مشروع وطني مشروع امتداد لبيان أو نوفمبر مشروع امتداد لرسالة الشهداء مشروع اللي فيه حل لمشاكل الجزائريين اللي عانوها بعدما الشهداء قدموا دماءهم قدموا أنفسهم قدموا أموالهم قدموا كل شيء من أجل الجزائر الآن نحن نستحمل هذه الرسالة رسالة الاستغلال رسالة الحفاظ على السيادة رسالة الحفاظ على التماسك الاجتماعي رسالة الحفاظ على القيم رسالة الحفاظ على الكلام إذن سيحة ساني تكلم من باتنا عن رموز الثورة وتكلم على أنه مشروعه هو استكمال لمشروع قادة الثورة واذكر سيد العربي بن مهيدي ومصطفى بن بولعيد وما إلى ذلك بالمقابل كنا سمعنا قبل أيام أنه سيشيش تكلم عن عبا رمضان وما إلى ذلك فسؤال بسيط بالنسبة لكم أنتم كمشاهدين كمستمعين كمفروض مستهدفين من طرف الحملة الانتخابية لإقناعكم هل لما مترشح يتكلم على الأمور التاريخية تجدون بأن ذلك جزء يقنع في مشروعه أم أن الجميع ثلاثتهم يتحدثون على الثورة وما فيش يعني فرق في استعمال التاريخ مش عارف نحن نطرح فقط التساؤلات لأنه في النهاية الحكم لكم وبعيدا عن الأمور الثورية والتاريخية في أمور ثورية يعني تحدث الآن في ثورة في الانتخابات أو ثورة في الحملة الانتخابية وطبعا يقودها على رأس مجموعة المناولة السياسية للرئيس المترشح عرفته سي عبدالقادر بن جرينا واحد من تصريحات سي عبدالقادر بن جرينا نتمنى أن لا يؤوله أحد يعني ربما منافسيه ضمن المجموعة ويقول للرئيس إنه يلمح لك أو بالعامية روي معنى عليك نسمعه سي بن جرينا واش قال نحن نحوص إن شاء الله نهار سيبتمبر باش ننتخبوه النجحو عبد المجيد لا لا نحتاجين كي ننجحوه ننجحوه بملايين ومليانة ووجما ننجحوه شبه بخمس ملايين وشت ملايين وشبه لازم يكون الجزائر والجزائريات على بقرة أبيها متوجهين لصناديق الانتخاب وينتخبوه على هذا اللي هما داروا بينه وبينه داروا واحد من العائلة باش واحد يسمي واحد عمي هذا نسمى داروا واحد من العائلة باش يسمي واحد خالي داروا واحد من العائلة باش يسمي واحد بوي داروا واحد من العائلة هذا رقم سميتوه كشعب جزائري عم نتبون واستحق هذا الرابطة اللي هي رابطة أبينا يرحم مها يوات فضل اسم بارك الله وبينا وشيبني فروطا وربيكني معاه ان شاء الله قفر ميت سيح عبد القادر بن جرينا لا يفوت الفرص ليظهر بطريقة يعني دائما يحب يظهر بطريقة مخالفة على كل إن في هذا الفيديو هو قال بأن الجزائريين سماوا الرئيس تبون بعمي تبون لكن هو حبي يزيد فيها قال لك واحد تسمى عمي تبون واحد تسمى أخويا واحد تسمى أبي يعني كل واحد هو على حساب المكان اللي عنده في الدفتر العائلي فارغ فضف فيه الرئيس تبون حسب بن جرينا أو يقول هذا الشيب اللي الجزائريين مسمين الرئيس عمهم وباباهم وخوم وصار فردا من العائلة هذا رأيه لكن ومش قال قال احنا ما نشرحين نربحه فقط قال باللي احنا ندعو الجزائريين انه يربحوا الرئيس تبون كما قال هو بواحد المصطلح الملايين المملينة الله اعلم احنا نعرف باللي عدد الهيئة الناخبة في حدود خمسة وعشرين مليون فقط ونعرف باللي في الانتخابات عالفين وتسعتاش صوت منهم في حدود ثلتاش بالمئة قيل بأنه الرقم الرسمي ثلاثة وعشرين بالمئة لكن الملايين المملينة اللي يحكي عليها سيب بن جرينا الله اعلم شوفوا انتم الرقم الذي يريده لكن اهم شي قالوا في هذا الفيديو شوفوا ياسيب بن جرينا كما يقولوا انت سيد العارفين من كثر كلامه وكثر لغاته قال لك احنا ما ينوب علينا حتى واحد احنا نديرو الحملة بنفسنا واحد ما ينوب علينا انا بقيت نفكر هل هناك شخص نابى على المرشح اوشيش لا اوشيش كل يوم يعمل حملة انتخابية ومرات يعمل تجمعين في اليوم هل هناك من نابى على سيحة ساني شريف مرشح حمس والنهضة لا سيحة ساني شريف ايضا صالة وجال بمعدل تقريبا ثاني نشاطين في اليوم من الذي ظهر اقل من عشرين ظهور خلال عشرين يوم تعل حملة انتخابية اقل من عشرين ما هيش عشرة ما هيش خمستاش بل ربعة فقط الذي ظهر اربع مرات فقط هو رئيس تبون ومن قام له بالحملة اناس كثر نابوا عليه منهم سيبنغرينا فسيبنغرينا لما يقول نحن لا ينوب علينا احد فهل هو يلمح الى انه الرئيس مدارش حملة وهو في حملة الرئيس هذه مشكلة لو كان يقولوا هل وجمع اللي معه هل يلمح الى انه المجموعة اللي معاه الافلان والارندي بالخصوص وفعلا هو في هذه الجزئية الافلان والارندي ما عملوش حملة انتخابية بقيديهم يعني ببن مبارك وياحي يوميا ما كانوش يظهروا بشكل يومي كان عندهم نشاطات تقوم بها الهيئات القاعدية فهل خلاص يعني قربنا الانتخابات وبالتالي عبدالقادر بنغرينا الان يدخل في منافسة مع المجموعة المحيطة والمساندة والمناولة السياسية للرئيس يا ريتي فهموها هكذا لانه اذا فهموها بان قول سيب بنغرينا نحن لا ينوب علينا احد في الحملة الانتخابية فاعتقد ان ابسط متتبع للحملة سيفهم بانك تلمح الى الرئيس تبون سي عبدالقادر يعني حاول انك لما تنظره بتجيه ولكن انت قلت انك تعرف صلاحك على كله هذه واحدة من خلاجات سي عبدالقادر بنغرينا وفي رصدنا لتصريحات المترشحين سي حساني كان صرح تصريح قوي من حيث الاداء من حيث العبارات اللي استعملها لكن سنطرح سؤال بعد ما تسمعوا ما قال حساني ولا يمكن ان تسلب الحرية الا بقانون ولا نسمح بل جنة مادة والتزام من انتزاماتنا اننا سنكرس تجريم المساس بالحرية من يمس بحرية اي جزائر سيكون في نظرنا مجرما وسيكون معتديا لماذا؟ لان الحرية هي المجال الاول وهي الفضاء الاول للابداع اخواني اخواتي ان مشروعنا هو مشروع سياسي جامع وموحد للجزائريين نحن لا نمارس الاقصى ولا نمارس التهميش ولا نمارس الحقرة ولا نمارس التعصف ولا نمارس الانتقائية ولا نمارس الجهوية بل نحن نحمل مشروعا فرصة لجمع الجزائريين بسيحة ثاني بي نبرة قوية قال بانه احنا برامجنا ماهوش تاع حقرة ماهوش تاع جهوية ماهوش تاع فساد ماهوش ماهوش يعني في التنافس الانتخابي انت تتكلم على الميزة اللي عندك وربما تلمحوا الى ان الميزة اللي عندك انتا هي مش موجودة عند المرشح الاخر وبالتالي تعتبر سلبية لانه ما بقى لكمش هذه الدقائق الاخيرة من الحملة الانتخابية لتسجيل نقاط لكن الجملة اللولة اللي قال هاسي حساني وقال من يمس بالحريات يعتبر في نظرنا في نظر حساني ومشروع فرصة يعتبر مجريما شكون ما يتفق شمح حساني في هذه قال ان الحريات لا تسلب او لا تحد الا بالقانون فعلا ولكن من يمس بها بغير الاطار القانون يعتبر مجريما اسي حساني مش عارف انتم في حركة مجتمع السلم ما كنتوش في الحكومة وبالتالي ما نقدرش نقول انكم انتم مسستم بالحريات في فترة الرئيس تبهم سي او شيش يعني يدوب ولا منتخب ولائي وبعد ولا سيناتر وبعد يعني يراه الان لاعب جديد 41 سنة مرشح لرئاسيات هل هو مس بالحريات ما نشعر فيه لا نعتقد ذلك لكن اللي ربما يمس بالحريات خلال العهدة هو من مرر المادة 47 مكرر من عدل قانون العقوبات من منع المظاهرات حتى بالنسبة للمظاهرات تضامن مع فلسطين من حرب او من مس الحريات هو الذي منع الاعلام حتى عليك انت سي حساني قبل الترشح فلياريت ياريت انه في الدقائق الاخيرة سي حساني كان صريحا وكان يعني بشكل واضح يشير الى من سلب الحريات لانه هذا الجملة من يسلب الحريات او من يمس بالحريات يعتبر مجرما فتفسيرها بسيط اذا مست الحريات اذا كانت الحريات قد مست في عهدة الرئيس تبول فالمجرم معروف اما اذا تتكلم بصيغة يعني صيغة عامة انه يعني اذا شرطية فمعنى ذلك انه مكش تقول انه هل الحريات مستة او لا لا يزال سي حساني يلعب نص نص لانه التوجه مباشرة الى رئيس تبول لم يظهر في خطاب سي حساني خلال الحملة ككل بالرغم من ان المنافسين او اللي راهم يديروا المناوبة على الرئيس المترشح كانوا دايما يقولوا بلحنا رانا زادمين فيريتك يا سي حساني تصدم كما راه يصدم سي بنغرينا واللي قال واحد المصطلح عامي ان شاء الله ما يدخلوش في الحيط نسمعه سي بنغرينا مجددا وليس هدفنا ان نبقى نلتفد الى الخلف في كل مرة تعلمني من ابائنا ان الغزال سريع ولكن يثنيه كترة الاتفاد الغزال ما يفوتوش الاسبع والغزال ما يفوتوش الطبع والغزال ما يفوتوش النمر والغزال ما يفوتوش الضبن لكن الغزال عنده خوف في كل مرة يلتفد ولذلك قال لا اباؤنا الغزال سريعا ولكن يثنيه كثرة التلفت وتردد نحن لا يثنينا اجي احنا رانا قلنا كسرنا الريتروفيزر وكسرنا المرايات وكسرنا المرشاريات ومشي اللي قدام نحاك في اهدافنا وعلى شو سيحة سالي ما تديرش كيما سيبنغرينا كسر الريتروفيزر مفهومة كسر المرايات هذه شوية صعيبة وكسر المرشاريير قال لك احنا داخلين طول في الحملة الانتخابية وطبعا احنا شفنا ما قام به سيبنغرينا خلال حملة الانتخابية المشكلة مايش انه كسر المرشاريير يعني حتى الفرانات يعني لي فران يعني لانه عمل امور كثيرة فياريت ياريت كنا شاهدنا خلال الحملة يعني شيء من الوضوح وشيء من التوجه المباشر في الخطاب بالنسبة للمرشحين الاخرين لانه سيبنغرينا متحدي الجميع وقال لك احنا حتى المرشاريير وهرسنا على قول احد شعراء الرأي على كل شيء اللي قلنا الحساني ماوش عنده علاقة بحساني فقط لانه حتى المرشح الثاني سيوشيش احنا كنا نتبعه في رتم الحملة الانتخابية قلنا ربما لما تصل الايام الاخيرة سيكون المرشحان يعني جاهزان لخطاب مباشر وصريح على الطريقة الامريكية والديمقراطيات الفعلية اللي يتم في انتقاد المسؤول الاول اللي هو رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية لكن حتى سيوشيش الشاب اللي من المفروض ما عندوش يعني خلفية كثيرة مقارنة بسي حساني يتكلم كلام عام وايضا مد رسالة بخصوص الوضع لكن لم يشر الى المسؤول على هذا الوضع نسمع سيوشيش الا اننا رفعنا التحدي معا تحدي تحدي المساهمة في الحفاظ على الدولة الوطنية وتعزيز سيادتها وحدتها تناغمها وتجانسها تحدي اعادة بحث الثقة وبحث الامل عبر خطاب سياسي راق واخلاقي ومسؤول تحدي التصدي لكل اشكال الرداء السياسية وما اكثرها في زمننا هذا وما اكثرها في جمننا هذا سيوشيش بامتعاض بنبرة قوية على شكل حساني يقول احنا جبنا خطاب يعني تنافسي خطاب رفعنا به المستوى وقال احنا رنا في كما قال هو زمن كثرت فيه الرداءة وما اكثر الرداءة وما اكثر الرداءة يعني حتى سيوشيش ما اقدرش يقول بانه الرداءة اللي عشناها في العهدة على الرئيس تبون فيها كذا وكذا 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 وانا سأصلح لا هو فضل ان يتكلم بنفس النبرة تأسي حساني نبرة مرتفعة لكن مضمون عام حتى غدوة من غدوة يعني ما يربحوش العيب هنقاوسين بالنسبة للرئيس الذي يبدو ان ولايته ستمدد بعد سبعة سبتمبر ولما نقول هنا هذه الملاحظات على المرشحين الاثنين باللي يراموا يتكلموا بطريقة عامة وباللي ما يقولوش كلام مباشر لانه في التنافس انت تمشي بالرتم ما نشو نقولوا نزل المستوى او قل كلام لا يليق لكن الحملة الرئاسية فيها تنافس على البرامج وتنافس بين الاشخاص علشو نقولوا هاتشي لانه المجموعة التي تدير حملة الرئيس الغائب الذي ظهر اربع مرات فقط تتكلم بطريقة يعني كما شفنا سيبنقرينا قال لك احنا المرشح يرو كسرنا نحن لا نلتفت الى الوراء نحن واحد ما دخلوه فينا وش نديرو ايضا مدير حملة الرئيس سيبراهيم مراد لانه بدأ يوالف شوية الجماهير تعرفوا عشرين يوم في الحملة الانتخابية خرجاته من مكتب الوزير الاول وبدأ يتكلم مع عفو الوزير الداخلية وبدأ يتكلم مع مع الشعب وصل الى خطاب شعبوي واش نقول لكم شوفوا واحد المقارنة اعملها سيمراد بين تبون وبين الشخصية من الشخصيات التاريخية في الجزائر والحكم لكم هل ما قالوا سيمراد يعني معقول منطقي ام امور شعبوية الشباب سينالوا سينال حقه ان شاء الله اذن شو الله كل المطار بتاعكم كل المطار بتاعكم كل المطالب كل المطالب وكل انشغالاتكم غرق مكان والو غدوائكم خلش ان شاء الله كل المطالبات وانشغالات ساتولب لانه هذا من حقكم ومن حق الجزائرين المتواجدون هناك احنا واش قالكم انا لازم نضمن المواطنين تاعي الغداء معنى كواش نجيبوهم من الخارج تكون ازمة كماتا الحرب اوكرانية روسيا نحبس ما نلقاش منه نجيب والله بس يبز اسعار خيالية نضمن الامن المائي يكون الامن المائي ان شاء الله الطاقة انا سنستغلوها حسن استغلال الغاز وكهرباء اراه اراه وصلها الى اقصى نقطة اعلى جبال اراه وجود الغاز وموجود الشبكة الكهربائية لذلك الاتجاه يعني يعيد القطار على السكة اذا انتم تحبوا بومدين حبوه بمجد تبون اراهم نفس الطيناء اراهم نفس الطيناء ويحبوه الخير البلاد ثم هوا بلاد هم بلاد ومهوا بلاد الشعب سيمراد قال لكم اذا كانت تحبوا بومدين حبوه تبون انا اقول لكم اذا كانت تحبون ان نستمروا في خدمتكم اشتركوا وانتم تشاهدون الحلقة وعلى الوسائط الان انه ما فيش ساتس العيد لكن سيمراد وش قال الشي اللي قالوا قال لك ان تبون و بومدين من نفس الطيناء مش عارف هل يقصد كلنا لادم وادم من تراب معناتها كامل احنا يعني من نفس الطينة يعني الطين التراب ام يقصد بان اه تبون هو بنفس مستوى يعني هوا بومدين ثم لما يقول لك هذا المقارنة بادي الشكل هل هذا كلام شعبوي كلام عملي هل كلام حقيقي يعني وقال روم على الكلام اللي كانوا يقولوه المورة الشاحي الاثنين لانه جماعة الرئيس صح كسروا مباشرية باش يوصل الوزير الداخلية اه مدير حملة الرئيس يقول للناس باللي تبون هو بومدين الجديد واش راح نقول لكم عنوان الحلقة هل اقنعوكم شوفونتم هل اقنعكم بان تبون هو بومدين ولا لا ثم فيما يشتبهان او يتشبهان الله اعلم لكن هذا كل مزايدة او كلام يعني ربما ننساه في بداية الفيديو لما تكلم سي مراد واحد من الشباب قالوا يودي مكان والو يعني واحد مقتنع بالانتخابات وجاي يحضر نشاط لي مراد قالوا احنا الشباب رهما عندنا والو هل انكر ذلك مراد وش قالوا مراد قالوا اليوم ما كانش غدوه يكون اليوم صح ما كان والو لكن غدوه يعني بعد ما تنتخب يقول لي كاين ياسي مراد هذه الكلمة تصلح لو كنته في 2019 ما انت عندك عهده كامل مع الرئيس انت قلت انه حقق الاربع وخمسين تعاهد فالمفروض جوابك للشاب اللي قال لك ما كان والو يكون جواب غير الجواب اللي قلته انت اقريت بانه في الولاية اللي كنت فيها صح تذمر الشاب حقيقي قالوا ما كان والو ولكن غدوه رح يكون فاذا كان في الخمس سنوات ما كان والو ما الذي يضمن انه رح يكون بعد سبعة سبتمبر ياسي مراد الشعبوي اخذتك في الحديث لدرجة وين اوقعك الشاب العفوي اللي قال لك ما كان والو في اقرار فعلا بانه الولاية هديك الشباب ما عندهمش يعني تنمية ما عندهمش خدامات اللي انت بنفسك قلت بانهو يعني تكفل بهم خلال خمس سنوات تنقضات كبيرة في الحملة الانتخابية ما علينا الا ان نرصدها حنا والحكم لكم ولاننا نقترب يعني في في تغطية الحملة من النهاية اليوم وغدا فمعليش يكون عندنا كوكتيل من التصريحات لانه ربما تشكلوا عن طريقة تصور حول الحملة وتصور ايضا حول المترشحين باش يكون عندكم الحكم والقرار السليم يوم سبعة سبتمبر تروحوا ما تروحوش ما تروحوش تروحوا الله اعلم وعلى من تصوتون الخيار لكم سيوشيش هاد المرة الشي اللي رح نسمعوه من عند سيوشيش رح يخلينا نطرحوا واحدة تساؤل لماذا يركز اوشيش على هاد الموضوع بالذات وهل يتقاطع مع اسطوانة التهديد الخارجي والتهديد الاقليمي الذي تقوده مجموعة او عصبة الرئيس تبون نسمع اوشيش في حديثه عن الوحدة الوطنية شكرا والف شكر شكرا والف شكر على هذا التأكيد بالتشبث بوطننا الغالي شكرا والف شكر على هذا التمسك بوحدتنا الترابية وبسيادتنا الوطنية التي التي نلتزم ان نحميها بكل ما اوتينا من قوة كما التزم اليوم اخوتنا واخواتنا في الجنوب الجزائري في الشرق وفي الغرب وفي شمال البلاد نحن نؤكد لكم ونتعهد لكم امام الله وامام التاريخ وامام الشعب الجزائري بانه ان اعطيت لنا الفرصة سوف نحافظ على هذا التنوع الثقافي وسوف نعمل على تكريس النهضة الثقافية والنهضة الحضارية في بلدنا الجزائر اذا سي اوشيش يصر على انه في يعني نحافظ على الوحدة الوطنية وعلى التنوع الثقافي وشفت البداية شكرا والف شكر شكرا والف شكر حتى انا خفت في الفيديو انه يردد علينا اغنية شكرا والف شكر يا استاذي لانه هو يشتهد في الخطابة يشتهد في الخطابة انه يتكلم بكلام سليم لكن مش عارف هل تركيز على قضية الوحدة الوطنية والوحدة الترابية والدفاع لها يتناغم مع القاضية اللي تعرفها بانه كل ما تقرب الانتخابات قال فيه تهديدات وما الى ذلك لانه اذا كان فيه فعلا مشاريع حقيقية فمنطقيا انه التنمية تحمي البلد انه الاقتصاد القوي يقوي الجبهة الداخلية فمش عارف علاج التركيز على قضية الوحدة الترابية والتنوع الثقافي بالضبط من طرف اوشيش اكثر من مرة في التصريحات ربما لانه منزعش العباءة انه الاففاس للأسف يعني يشتهد انه يصبح حزب وطني حزب منتشر وطنيا ولكن في مخيال سي اوشيش والمجموع اللي معاه ما زال شوية محسوبين على جهة من الجهات لكن مش عارف هذه نكتة ولا يعني ملاحظة سخيفة خلي نسميها سخيفة في خطابه وركز على انه اذا اعطيت لنا الفرصة سنقوم بالنهضة فاحلا نقولولك السي اوشيش فرصة هو شعار حملة حساني فالمفروض انه المجموع اللي معاك يقولولك اليوم الاخير يجب ان يكون خطابك متميزا ما تستعملش عبارات اللي يستعملها خصمك وخاصة لما تكون شعاره اما انك تقوم بالنهضة تذكر بان حركة النهضة واحدة من الاحزاب المسالدة لحساني فانت شاب المفروض انه خطابك الاخير يكون خطاب مدروس بطريقة انه يوصل شيء مميز ليك عن المنافسين الاخرين اما استوان التهديد الوحدة الترابية فاعتقد بانه يدخل في اطار الحشد من اجل الانتخابات لا غير اعتقد بانه وصلنا الى هذا اعتقد منتصف الحلقة ومازال ما شفتوش معنا واحد من عبقرة الحملة الانتخابية اللي مر معنا الايام هذه وكان عنده يعني تأثير كبير في العملية الانتخابية طبعا تأثير من حيث من حيث ربما تنكيت على ما يقول اللي هو الشاب بطبيق كنا اسمينا الشاب بطبيق ادخل للزوايا وخرج والله يقول في خطاب اخر لكن هنخليكم تسمع واحد من المقاطع الاخيرة اللي قالها سي بطبيق وركزوا في حاجة هل يتكلم على عهدة تبون ام يتكلم على عهدة الرئيس السابق بطفليق نسمع بطبيق ام يتكلم اليوم تسمسيلت حق تنعانة من ولد عهد تسمسيلت مدينة مجاهدة مدينة الشاهد العقيد جاري بن عاما والابطار الشهداء والعلماء مدينة الشعراء مدينة القيم مدينة يعني عندها في التاريخ مكانة كبيرة في الجزائر والجريس لم تنل حقها او حظها بالرغم من تضحية عبد المنجد تبون اليوم يشقوا طريق هذه المدينة نحو التنمية الشاملة بالمقارنة مع باقي بلايينة الكثير من طرق تنفتحها اليوم عبد المنجد تبون لما جاء اول شعار تتكلم على عدالة اجتماعية ما يعقلش تتكلم على منطقة الظل اكثر من ثلاثين الف منطقة الظل قال كيفا اطفال ابنائنا مواطنين يعانون عزلة لا خدمات مرفقية لا طرقات لا مدارس لا مطاعم وفي المقابل اخوان الاخرين حابين يدروا طائرات ويديروا ويديروا اليوم تسمسيلت كذلك تلعب الدور انتاحها ولازل تكون فيه مصاف الولايات وما زال نطالب البيان غرامج تسمسيلت اليوم عندها مستشقة 240 سرير ومستشفيات موجودة اليوم تسمسيلت فيها جامعة ومعادراك اليوم تسمسيلت عندها كذلك المكانة الاجتماعية تاحها والاخداصة سيبو طبيق منش عارف ستكون طريقة كلامه بعد الحملة الانتخابية روالفي تكلم بهذا النبرة المتصاعدة اللي فيها هذه الاهتزازات الكبيرة لمناش عارفين من انجابها وتأثر بها لما تكلم حب ينصر الرئيس تبون الي هو واحد من احزاب المناولة السياسية لنصرة الرئيس من اجل ان يفوز بالملايين المملينا كما قال سيبانجرينا تكلم على مشاريع في ولاية تسمسيلت هل رئيس تبون في عهدته هو الذي بنى مستشفى تسمسيلت هل هو الذي شق الطرق في تسمسيلت هل الاحياء السكانية اللي كان يتكلم عليها في تسمسيلت بنها الرئيس تبون ياسيبو طبيق نظن نظن والله اعلم دخولك الكثير ليها الزوايا افقدك يعني لنصيون تع الزمن معنى الزمن يعني فولي تتكلم على كل شيء انت الولاية اللي تروح لها وتحب تقول الرئيس انجز فشوف الانجازات الحقيقية للرئيس انجازات الرئيس تبون لانك انت تتكلم على الشي اللي لقيته في الولاية هذيك تتكلموا عليه وتقول بانه وتدخله في انجازات الرئيس ما نظنش يعني الكلام اللي يكون تتكلمه لو حطيناه في حملة انتخابية لدعم الرئيس بوتفليقة في العهده الخامسة رح يكون مختلف ثم في الحجج اللي قدمها سيبو طبيق يقول لك راه قال الرئيس قال الرئيس قال الرئيس يا نازدك هذا الرئيس انتخبوا عليه في 2019 باش يقول ثم الخامسة الرابعة وخمسين قولة اللي قالها هل حققها فحتى في الدعاية ما قدرتش تلقاه في بعض الولايات او في اغلب الولايات مشاريع يعني خاصة بالرئيس تبون وانجزها اللهم الا اذا قلت دشنا فمعنى ذلك انه تتكلموا على مشاريع سابقة للأسف سيبو طبيق حريص على الدعاية بالصوت المرتفع وحط قاع المعلومات اللي لقيتهم شاف باطمة مليحة في ولاية ينسبها الى الرئيس شاف طريق مليح ينسبه الى الرئيس قالوا له هذا مستشفى ينسبه الى الرئيس ما تنسوش لدرجة انه مدير حملة الرئيس قال النابل الرئيس تبون دار مستشفى في كل ولاية فالله اعلم هل اقنعكم ام لا هذه الحصة فيها اسئلة اكتر منها اجوبة على كلين واحدة من الخرجات اللي تحتاج ايضا ان نتوقف عندها قلتنا وهذا كان لافت في الحملة الانتخابية ان سياحي رئيس او امين عامل ايراندي وبن مبارك امين عامل افلان ما كانش عندهم خرجات يومية كانهم خلين مسافة بينهم وبين الحملة الانتخابية على الطريقة البنجرينية ما نشعر فينا عناش لكن واحد من تصريحات سياحي اعتقد كرره للمرة الثالثة في اكثر من تجمع اعتقد هذا التجمع الثالث قال كلام يعني هو موزون سياسي لكن حاولو نسمعوه ونشوفو ما دلالته مع اقتراب سبعة سبتمبر نقول باننا الجزائر لابد ان تبديها جوة سياسية كبيرة قوية سائلة وزنة وهذا التشرب والعدد الكبير لا يحكم احد لابد ان الاحزاب محدودة في العدد قوية تؤطر الجزائر والمواطنين وتصبح النقاشات والافكار والرؤى والتكويل دافل الاحزاب بما فيها احزاب الجزائر تحتاج ايهم اذا احزاب معارضة قوية لامنا في اميز ومن نريد نقول ان كل الاخوام من بيك وياه سياحي امين عامل ايراندي يقول باللي الجزائر تحتاج ايضا احزاب قوية سواء كانت من المولاد او من المعارضة كررها اكثر من مرة سياحي اللي غريب انه هو يقول بانه نحتاج او تحتاج الجزائر كي تكون دولة قوية تحتاج الى يعني سلطة باحزاب السلطة تكون قوية ومعارضة باحزاب معارضة تكون قوية من لا يتفق معه في هذا الكلام كلام منطقي كلام سليم كلام لكن ما دلالة تكراره اكثر من المرة من طرف حزب داخل السلطة ثم لما يقول الدولة تحتاج احزاب محدودة العدد سياحي يبدو انه نكلم على ما بعد سبعة سبتمبر من جهة يلمح الى انه تسيير البلد بعد سبعة سبتمبر سيكون باحزاب محدودة الله اعلم اذا كان وعدهم الرئيس تبون ام لا ثم لما لمح مرة وثنين وثلاثة بانه اه يعني هذا التسيير يحتاج احزاب محدودة ويحتاج ايضا احزاب المعارضة فهل هو داخل في التمهيدات لما سيحدث بعد سبعة سبتمبر من اشراك بعض احزاب المعارضة في الحكومة التي قال الرئيس لمحيطه وابلغ محيطه احزاب المناولة السياسية بان الحكومة ستكون سياسية بعد سبعة سبتمبر فهل سياحي مكلف في هذه الحملة بانه يوجد طريق لبعض احزاب المعارضة كي تلتحق بحكومة الرئيس تبون اذا ما انتخب او اذا ما استمر بعد سبعة سبتمبر اذا الشرطي هذه يعني شكلية فقط مش عارفين لكن يبدو انه السياحي فهم اشرا ويقول حتى ربما يبدأ يرفع الحرج على بعض الاحزاب المعارضة ويمهد لها الطريق للحديث عن العودة الى الحكومة بعد سبعة سبتمبر مش عارف هل فهمتوا ربما بعض الاحزاب المستهدفة ام لا حركة مجتمع السلم الافافاس مش عارفين ربما ربما سياحي مكلف بهذا الجهة بهذا الخيار مدام كرره اكثر من مرة لكن احنا نبقى على السؤال هل ستنخلط الاحزاب المعارضة بين قوسين في عدد محدود بالحكومة بعد سبعة سبتمبر احنا عنا بعض التراطيش الكلام لكن خلوا سؤال ويبقى المواطن يتابع حتى يفهم هل فعلا كانت حملة للتنافس على منصب الرئيس ام حملة لما بعد سبعة سبتمبر على كله تعرفوا اليوم الحملة الانتخابية وكان يعني في خرجة لكل المرشحين الثلاثة في العاصمة ختموا الحملة الانتخابية في العاصمة سي اوشيش كان في باب الواد بدأ من الباب الواد وختم في باب الواد سي حساني كان في قاعة حرشة والمرشح الغائب الحاضر سي عبد المجيد تبون المرشح الحر كان في القاعة البيضاوية وللأسف يعني التغطيات كانت متأخرة خاصة بالنسبة للرئيس المترشح وبالتالي لم يتسنى لنا الوقت للحصول على كل الخطابات الثلاثة بشكل يسمح لنا بالمقارنة حتى تتضح لكم الصورة لانه منحبوش نطلق احكام او نعمل مقارنات غير عادلة لكن هذا المقارنة بين الخطابات الثلاثة للمرشحين الخطابات الختامية ستكون موضوع حلقة الغد ان شاء الله بشيء من التفصيل والمقارنة لانه كما تعرفوا سنة الرئيس تبون خلال خرجاته انه مفيش مباشر سنة الرئيس تبون انه يكمل الخطاب ثم بعد ذلك تخرج بعض المقاطع يعني جزء جزء فالاستعمال عليها في الحكم على الخطاب يعني ربما يخدم خيار المترشح بتوجيه سياسي معين احنا انتظرنا الى ان يصدر كل الخطاب ثم نحلله بشكل متناسق مع خطابة اوشيش وحساني يوم غد ان شاء الله لكن ما فيش مشكل ان نبدأ ونعرض عليكم بعض المقاطع اللي صدرت اخيرا خاصة بالنسبة للرئيس تبون وقبل ذلك قبل ذلك كان لقاء القاعة البيضاوية كانت واحد الشخصية ظهرت يعني بسرعة اخدوا منها كلام سريع نسمعها ثم نطرح سؤال عنده علاقة بخرق دستوري كان قد حدث امس دبنا الموعد هذا ان شاء الله هذا يكون موعد ينفتخر به وتكون كلمة الجزائر هي السائدة وتحمل رسائل كبيرة للخارج بان الحمد لله اليوم جزائر تبقى دائما سيدة في قاراتها والمشاركة الكبيرة انتعى المواطنين راح يعطي درس للخارج باننا كلنا مجندين لانجاح هذا العسل الانتخابي ان شاء الله هل عرفتم ام لا هذا سيبو غالي رئيس المجلس الشعبي الوطني المجلس الشعبي الوطني الذي كان من المفروض دستوريا انه امس يبدأ الحملة عفوا يبدأ الدورة لمدة عشر اشهر وفق عفوا الدستور وفق القانون الداخلي الذي يضبط عام المجلس او البرلمان بغرفته لكن اجلوا افتتاح البرلمان امس بدون يعني اي مراعاة للمواد الدستورية وقد شرحنا ذلك بشكل مستفيد امس والقينا اليوم بالرئيس المجلس الشعبي الوطني يعني غلق البرلمان وخلال البرلمان مغلوق لكن حاضر في القاعة البيضوية لمساندة من لمساندة المترشح الحر اربط هذه بهذه اربط تعطيل دستوري بحضور حملة الرئيس المترشح ثم استنتج هل فعلا عبد المجيد تبون مترشح حر الله اعلم على كله ما بقي منا البرنامج سنعرض مقاطع لخرجات المرشحين الثلاثة اليوم مقاطع مقتضبة ليست عادلة من حيث التوقيت قلت انه غدا ان شاء الله نحاول نعمل توازن لكن نركز على امور قالها المرشحون الثلاثة وطبعا سنختم بها الرئيس تبون نبدأ مع سيوشيش اللي قال بشكل صريح انه عنده مشروع واقعي ومن حقكم ان تسمعوا ما قال لانه الحكم لكم خلال هذه الحملة الانتخابية واذ تتعمق الاواصر التي تربطنا بشعبنا فلقد ترسخ ايضا ادراكنا بالمقومات التي تزخر بها بلادنا ونجدد السؤال اليوم هل المكان التي تحتلها بلادنا اليوم هي مكانتها او الدور الذي يلعبه هو دوره الطبيعي لا والف لا لا والف لا ان بلادنا الجزائر وشعبنا يستحق افضل من هذا الواقع ان بلادنا الجزائر وشعبنا يستحق اكثر وافضل من هذا الواقع من هذه المكانة ومن هذا المصير بسيوشيش يقول بانه عنده مشروع واقعي وبان الجزائر تحتاج واقع احسن من هذا لمن المتسبب في الواقع السي الذي يعيشه الجزائريون سيوشيش لا يكشف بشكل مباشر كالعادة لكن هذا واحد من المقاطع وسنعود الى مقاطع كثيرة في خطابه الختامي حتى لا نبخسه حقا سيحساني واحد من المقاطع التي كانت اليوم يعني تكلم فيها عن سبب ترشح حساني الشريف وقناعته بالانتخابات وكان واضح وصريح بخصوص الدافع لخلى حركة المجتمع السلم تقدم حساني كمترشح قدموا الى الشعب الجزائري مشروعا وطنيا وسطيا جامعا يسعى الى ان تكون هذه الدولة دولة صاعدة باذن الله ولاننا نعمل مع كل الجزائرين والجزائريات مهما اختلفت مشاربهم الفكرية ومهما اختلفت مشاربهم السياسية الى الوصول الى شراكة سياسية حقيقية تقوم عليها اركان الدولة الجزائرية تسعى الى استكمال مسار بيان اول نوفمبر تسعى الى الحفاظ على طبيعة الدولة الجزائرية الاجتماعية الديمقراطية تعمل من اجل الوصول الى تحول ديمقراطي حقيقي يشعر من خلاله المواطن انه هو صانع الخيار وانه هو صانع السلطة وانه هو مصدر السلطة كما اكدت ذلك كل الدساطير الجزائرية على ان الشعب هو مصدر السلطة ولذلك نحن توجهنا الى الشعب وخرجنا من الشعب وارادتنا وتوجهاتنا هو خدمة هذا الشعب وعملنا من اجل ان تكون الفرصة للشعب واخترنا برنامج الفرصة لاننا ادركنا ان وطننا ضاعت منه فرصا كثيرة منذ الاستقلال الى اليوم 62 سنة استقلال منذ 62 سحساني سحساني اذا يقول بانه تقدم لانه مقتنع بانه الخيار للشعب ثم سحساني يعني للأسف دايما لما يتكلم حب يرجع ال 62 حب يرجع لجميع الحقب يتفادى انه يدخل في قضية رئيس تبون ومدين هذا الملاحظة اكثر من مرة لكن كان يقول بانه احنا اه ترشحنا لاننا نؤمن بان الخيار للشعب للرغم الخروقات اللي كانت في الحملة الانتخابية في الترشيحات في عرقلة المناخ السياسي الا انه سحساني مقتنع بانه الخيار للشعب ممكن نقوله الخيار للشعب واش لا ضل الفكرون اش عارف الله اعلم لكن للامادة انا شفت تعليقات او ملاحظات للمجموعة اللي مع سحساني على تغتيت القنوات الخاصة وهي القضية تمت بالنسبة الحساني ونفسه تمت بالنسبة حتى نكونوا منصفين سحساني كان في قاعة حرشة القاعة كانت ممتلئة سي او شيش كان في اطلس اعتقد في باب الودو ايضا كانت ممتلئة لانه اليوم الاخير عادي كل الولايات تقدر تجيب منها القاعات يعني ملأها مش تحدي كبير كبير بالنسبة المرشحي رئاسيات لكن هما كانوا علقوا انه التغطية الاعلامية كانت تركز فقط على صورة حساني ولم تعمل تصوير للقاعة والجماهير بعكس التغطية التي حظي بها الرئيس المترشح الحر عبد المجيد تبون الذي يقول بانه داخل انتخابات سليمة او انتخابات ديمقراطية فعلا كانت ملاحظة مهمة من طرف مجموعة حساني ولكن هو نفس الشي ينطبق على سي او شيش وهو ايضا واحد من المؤشرات باللي ما فيش تنافس عادل في تحيز واضح للرئيس المترشح وانتو عارفين يا سي حساني و سي او شيش انكم ما كمش داخلين تنافسوا في الرئيس المترشح لكن بالنسبة لنا بالنسبة لحلقة الغد ان شاء الله نتمنى ان تتوفر الصور من عندكم من المصدر من سواء المرشح او شيش او المرشح حساني وسنعرض ما غطيتموه بعكس التوجيه اللي تم بالنسبة للقنوات الخاصة واللي قلت هو يزيد ويأكد بانه مرشح السلطة ومرشح الاعلام ومرشح اجهزة الامنية ومرشح اجهزات الدولة ومرشح القنصليات اعتقد باللي صار واضح اللي هو كما قال سي بن جرينا واحد يسميه عمي واحد بابا واحد خوية على كله بقي معنا ثلاث مقاطع للرئيس تبون لانه قلت صدرت في الاخير يعني متأخر شيء قبل انطلاق البرنامج سنكتفيه بثلاث مقاطع قصيرة نعلق عليها تعليق بسيط ولا اترك جزء التحليل والمقارنة بالمرشحين الاخرين اليوم غد نبدأ بالمقطع الاول الذي يؤكد فيه تبون انه للأسف الرئيس تبون مازال عنده بعد نحكيكم قصة الفيل الذي في الغرفة لكن مازال عنده يحس دايما باللي العصابة مازالت تتبع فيه مازالت موجودة رغم انه بعد خمس سنوات اسمعه الرئيس تبون في خطاب ختامي يظهر للمرة الرابعة فقط المفروض انه يكون عنده كلام كبير وكلام قوي وبرامجي لكن شوفوا الرئيس تبون على ماذا يسر ان يركز سرخوا ثروات على هالبلاد على الشعب بغاوا يجووا على الشعب مسؤول في هالبلاد يقول جووا حكلبك ماشي يتبعك بلاد خيرات بلاد البترول بلاد الغاز بلاد الشابيبة وتقول جووا حكلبك إذا ما نقولوش ما نقولوش سبين الله سبين الله سبين الله سبين الله سبين الله سبين الله يقول المثل الشائع ان التاجر الجيد يعني يمدح سلعته والتاجر السيء يذوم سلعة الاخرين شحال من مرة سمعته الرئيس تبون يكرر هذه الجملة بالذات مسؤول كبير يقول جووا جوع كلبك يتبعك وطبعا هو يقصد في أحمد ويحيى اللي رأوا الآن في السجن الوزير الأول فالرئيس تبون مش عارف انه في الخطابات الحماسية هذه يصير على ان يظهر دايما بفوب الضحية ما زال يذكر باللي فلان حقره وفلان حقره قال جوع كلبك يعني للأسف أربع مرات يظهر فقط ما زال يتكلم بأمور سمعها الجزائريون مرارا واتكرارا مش عارفين ما زالت عنده العقدة ويحيى وسلال لسنا ندري لكن يبدو انه لم يشفى من 2017 او مما حدث له في 2017 على كل مقطع اخر سنعرضه لرئيس تبول مد فيه واحد الوعد لانه القاعة معمر شباب مجلس الاعلى للشباب خدم خدم تمليح يعني فيه جزء كبير من الشباب فيه ناس فوتت العطلة ثم برمجوا لها الحضور في القاعة البيضوية سيحي داوي اخذى عطلة في المجلس الاعلى للشباب وبقى يستعمل في ادوات المجلس الاعلى للشباب فالرئيس تبول متأثر فيه شباب كثير في القاعة فوعدهم بوعد فيه رقم على هذا المرة على الاقل كين رقم وربما يبدو رقما صحيح نسمعوا رئيس تبول اتعاهد امامكم ان في العهدة هذه لا نلت التيقن تعكم نوصل الى ربعمية وخمسين الف منصب شو سجلوا عندكم الرقم سجلوا عندكم الرقم ونتحاسب عليه ربعمية وخمسين الف منصب شو لازم نوصل الى مشاريع استثمارية تفوق العشرين الف مشروع استثماري اليوم رأنا في تمنى الاف وتسعمية باش نلحق هالعشرين الف ان شاء الله عشرين الف مشروع استثماري بالتسهيلات بالعقار السلفية نتعلى البنوك وغيرها نخلق فروة في هاد البلاد ونخلق مناصب شغل ونخل البلاد نتاعي تلتاعها قبل ركب بتاع أوروبا الجنوبية المترشح الحر عبد المجيد تبون يقول سجلوا عليها بالإيراني راح نخلق ربعمية وخمسين الف منصب شغل في العهدة القادمة اذا صوتتوا عليه وش نقولوا وعد مليح ما وش مليح حندروا السؤال بسيط كم هو عدد مناصب الشغل التي تم خلقها في العهدة الأولى يريت يريت مديرية الحملة يريت الرئيس يعطينا الرقم لانه الرئيس تخل في واحد المنطق لا يذكر الإنجازات بالأرقام ثم يعيد أرقام خيالية في العهدة المقبلة نفس الشيء اللي عملوا في 2019 فلا يزال السؤال معلق كم اذا كنت تقول للناس سجلوا عليها ربعمية وخمسين الف منصب شغل في العهدة الثانية فرجاء اعطونا الرقم الحقيقي لعدد ملاصب الشغل اللي كانت قد وفرها الرئيس في العهدة الأولى لانه للأسف رئيس ماشي الولاية ثانية لم يعطي حصيلة رقمية للعهدة الأولى ويزايد بالنسبة للعهدة الثانية يبقى السؤال معلق إذا ما عطيتناش رقم دقيق ويمكن تأكد منه في العهدة الأولى التي انتهت فكيف نصدق بأنك ستنشئ ربعمية وخمسين ألف منصب شغل في العهدة المقبلة نختم بآخر فيديو اللي في هذا المرة رح يكون كلامه يعني فيه شيء من التباهي وشيء من مش عارف مازال يخلف الثارة الرئيس تبون قلت لكم مبراش من 2017 نصر مع الرئيس تبون نشوف اليوم الحمد لله الأمور تغيرت بالنسبة لـ 2019 ومنزيش نرجع الوضع اللي كنا فيه في 2019 كلكم تعرفوه واذكرناها مراراً وتكراراً أقول في كلمة واحدة الحمد لله الذي نجانا وأغرق فرعون الحمد لله الذي نجانا وأغرق فرعون مانيش نلعب بالهاتف انتاعي مانيش نعمل اشتراك لأنه نعمل اشتراك في القناة فأدعوكم لأن تشتركوا في القناة قبل أن نختم لكن والرئيس يتكلم فانا قلت خليني نسأل الذكاء الاصطناعي كما يقولوا تشات جي بي تي ما معنى فرعون لأنه الرئيس قال لك أهلك فرعون فلقيت من التعاريف اللي أعطاه لي أن فرعون ما هو شخص وإنما هو لقب كان يطلق على عديد الملوك مصر فيعني الفرعون ليس واحد يقدر يكونوا فلاعينة بزاف هذه واحدة ربما الرئيس ما على بلوش بها لكن في تعريف جميل يقول كلمة فرعون في الأصل كانت تعني البيت الكبير ثم مع مرور الوقت أصبحت تشير إلى الملك نفسه يا سيتبون إذا أهلك الله فرعون في 2019 فانظن بفضل الحراك وأنت بكلامك المموه هل تقصد أن الحراك هو فرعون هل تقصد بأن من كانوا يحكمون هم فرعون وهل تقصد بها لك فرعون أنك قد أسست لدولة لن تنتج فراعينة جدد أعتقد أن هذا يحتاج إلى إجابة دقيقة لأنه في يعني مؤشرات على بداية تفرع في الحكم ستبدأ ملامحه بالظهور بشكل جالي بعد سبعة سبتمبر لكن قبل أن أختم لدعي أن أذكركم بما وقعنا على اليوتيوب فيسبوك انستغرام تيليجرام تيك توك وإكس ورجاء أن تشتركوا أن تدعمونا بملاحظاتكم على أن ألقاكم إن شاء الله غدا في حلقة نحاول أن نحلل فيها بشكل مقارن تصريحات الأخيرة للمرشحين الثلاثة أو للمرشح والاثنين اللي نشطوا الحملة الانتخابية لكن نخلي لكم سؤال مدم أثق فيكم في مشاهداتكم في اشتراكاتكم أترك لكم سؤال وهذا السؤال ربما تعليقاتكم وإجاباتكم ستعطينا تصور على ما بعد نهاية الحملة الانتخابية هل تفضلون أن يستمر برنامج خارج الصندوق بهذا الشكل أم لكم اقتراحات أم لا تريدونه أن يستمر لأننا الآن في شكل تفاعلي معكم عبر الوصايت تعليقاتكم ستكون مهمة موجهة وناصحة ألقاكم إن شاء الله في عدد الغد تصبحون على غد أفضل ترجمة نانسي قنقر